اشتركوا في القناة 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 وهبدأ احط عليهم نص كباية الدقيق اه نص كباية الدقيق كده الشكل ده اهو كده ممكن لو عايزين تعملوه صيامي اعملو دقيق بمية ولا لبن ولا بيد ولا اي حاجة هيبقى حلو جدا معاكوا برضه ممكن تعملوه زي العجة يعني تعملوه بدقيق ومية ونفس البهارات دي تعملوه زي العجة فتقدروا برضه تعملوها كده ديكو الفرن يعني اهو بصو هاقلب كل الكلام ده كده مع بعض وهبدأ بقى حط البهارات بتاعتي حط التوم الباودر البصل الباودر هحط الكوركم هحط البابريكا وشوية الشطة سنة الشطة وكمون وعندي الباودر وهحط كمان الملح والفلفل هملح بقى المقدار كله فهحط معلقتين كده صغارين من الملح وهحط فلفل اسو انا كده بهرت الخلطة السيلة دي معي انا سايبة شوية لبن لو احتاجتهم هزودها لو لقيتها تقل الزبع لزوم هزودها انا محتاجة يبصوا ازودها شوية اهي هبدأ كده ايه اقلب كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اخلط كل البهارات مع البيد مع الذقيق مع اللبن كله كده مع بعض هبدأ كده اه احط الخضرة شوية خضرة مشكلة بقدونس على كسبرة على شبت كده ايه يا صباح الفل ازايك يا حبيبتي عاملة ايه كله حلو كله جميل انا مذكرك جدا على وصفات الجميلة استعطى حبيبتي كله من هنا كل يوم تسلمي يا حبيبتي تسلمي لي تسلمي يا حبيبتي تسلمي يا حبيبتي قلبي تسلمي والله شكرا لك تسلمي عايزة طريقة البلح الشام البلح الشام حاضر عناية حبيبتي حاضر شكرا ايه اوه على الطرقات الحلوة انت بتعملها كل يوم الله يخليك حبيبتي الله يخليك تسلمي لي حبيبتي شكرا انا حبيبتي بصوا عندي بقى بطاطس البطاطس المبشورة هنحطها في مية طبع عشان ما تسودش هبدأ بقى ايه اجيبها كده واعصورها كويس جدا في مصفة في ايدي بأي حاجة اهو كده وابدأ ان انا احطها فوق الخليط اللي احنا حطناها ناية طبعا كده مبشورة ناية بصوا دي بطاطسة كبيرة كده مش محتاجة اكتر من كده على حسب طبعا الكمية في الاخر اللي انتو هتعملوا انا عاملة مثلا دي حوالي نص ارنبيطة مثلا براحتكو بقى اعملوا الكميات اللي انتو عايزينها هشيل بقى الوسكي كده وهبدأ اقلب باسباتول او حاجة عشان نعرف نقلب كويس اهو نشيل بقى كل الحاجات كده اللي جنبنا عشان ننظف الدنيا ونشتغل على نظافة وكده اهو بصوا انا عندي الخليط ده حطيت بتين حطيت نص كباية من الدي اي نص كباية من اللبن او حطيت حوالي كباية اللي ربع يعني مكملتش الكباية وحطيت عليهم ملح وفلفل وكركم وبهارات ممكن مشكلة وتوم وبصل باودر وشوية شطة وبابريكا وشوية كوركم اهو كده هقلب كل الكلام ده كده على بعض وحطيت خضرة مشكلة والبطاطس المبشورة هاجي بقى عند الارنبيت اللي احنا فرمناه وهبدأ بقى نزل الارنبيت بتاعي اهو بصوا الشكل ده انا فرمته ازاي اهو بالشكل ده كده فرمته خالص في الكبا نعمته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده حابين تعملوه اخشن شوية بالشوكة ممكن تعمله كده وهبدأ بقى نقلب كل الكلام ده بصوا بقى التدبيلة مع البهارات مع الكلام ده كله مش قادر اقولكو حلوه ازاي اهو بصوا كل ده هيتقلب هحط بقى اللبن ده انا بقى حطه بس بالتدريب عشان مش عايزة خالطة تبقى سايلة زيدة على زوجه خلي بالكوا بقى البيت مع الكلام ده كله هيمسك جدا الراس بتاعتنا ده اللي هيبقى الرابط بتاعي لو عاملين كمية طبعا اكبر زودوا كمية البيت على حسب الكمية اللي انتم عاملنا تعالوا بقى ايه كده انا عندي الخليط جاهز وعندي كمان الزيت على النار تعالوا بقى نبدأ ان احنا نقلي هجيب عندي معلقة كده كبيرة ومعلقة صغيرة اه طبعا مزياد ازايك يا حبيبتي ازاي كتب؟ عاملة ايه اخبارك ايه؟ الحمد لله تسلم ايدك على كلاتك الله يخليك يا حبيبتي تسلمي انا عايزة اسألك بس عن طريقة العمل البدج البدج؟ ايوه حاضر عناي حبيبتي حاضر عملنا قبل كم مع بعضه هقولك طريقته حاضر تسلمي صباحك زي الفل شكرا يا حبيبتي تسلمي حبيبي تسلمي دي شكرا يا حبيبتي بصوا المعلقة كبيرة كده هاخد منها شوية من المقدار ومعايا معلقة صغيرة هنزل بيها بصوا اهي الزيت سخن بالشكل ده تاني اهو هاخد كده جزء كده وابدأ كده لو لقيتها عايزة بططها شوية بعمل كده وما بقلباش بقى خالص غل ما بلاقي ان هي يعني من تحت تماما اهو بالشكل ده وبنزل كده بيها حتة واحدة وممكن ابططها شوية زيت سخن تحكموا بقى في حجم القرصة نفسها براحتكم خالص اهي تمام تعالوا بقى وريكم مثلا اول واحدة حطناها بصوا شايفين اهي بصوا بتحمر ازاي هحمرها بقى كويس كده من نحيتين بصوا ما بقلبش غير لما بتأكد ان هي حمرت اهي بقوم مقلبها من نحية التالي طريقة سهلة وبسيطة بتاخدش وقت خالص خالص على النار يعني مفيش تلات اربعة دقيقة هتبقوا مخلصين الكمية كلها اهو كده نبدأ كده ايه نطلع مع بعض الارنبيت الارنبيت طبعا كان مسلوق فالموضوع ما بياخدش يعني الوقت الفضيع مش محتاجين نسوي حاجة والبيد على طول اول ما بينزل والبطاطس مبشورة يعني بشر مش بتاخد وقت في السوى اهو اصف فيها خالص من اي سويل فيها اي اي زيوت فيها ولا ايه وابدأ ان انا احطها اطلعها كده اهو بصوا اطلعها كويس جدا من اي زيت وابدأ ان انا احطها بالشكل ده بتاخدش وقت خالص بتتقلية بتستريع ما بين كل قلية والتانية هحاول اشيل ايه الحاجات الشوائب اللي بتقع من الارنبيت في الزيت اهو بتاخدش وقت نهائي هجيب كده مصفة اشيل كل الحاجات كده اللي ايه الزيادة اهو عشان ما يتحرقوش معايا مميز صباح الفل صباح الفلس ازايك يا حبيبتي عاملة ايه اخبارك ايه دايما يا رب حبيبتي تسلم اديك وتسلم وقتك والله الله يخليك يا حبيبتي الله يخليك يا حبيبتي تسلمي كل حاجات بتعملها جميلة والله تسلمي وكيكات بقى جميلة بندق بقى محمد بيتسلم عليك ابنة الكتير سلمي عليه كتير يا حبيبتي سلمي عليه كتير النهاردة عاملين كيك حلو قوي كمان فرجوا عليه بقى ماشي حبيبتي تكلميه هو هاي تكلمي ماشي صباح الفل الصباح الفل ازايك كويس لسه نايم شكلك نايم ولا ايه مفترتش اكيد يا ممي فطارية ممي اللي ايه حبيبي تسلم يا حبيبي تسلم لي حبيبي شكرا تسلم ربنا يخليه شكرا يا حبيبي بصوا دول طبعا كنت قالي ايهم قبل الهوى بصوا بقى الحلوة بصوا عاملة ازاي بجد يعني وصفة حلوة جدا وطعمها حلو بتنجن مخلل كده جنبها وخلاص الموضوع على كده بصوا منتهى الجميل وحرشة كده والبهارات فيها فضيعة يعني من الوصفات اللي هتحبوها وتعملوها بجد باستمرار تعالوا بقى ايه نعيد سريعا كده قبل ما نطلع فاصل احنا عملنا ايه حطينا الاول البتين ربتهم حطيت عليهم نص كوبية من اللبن بدأت بنص كوبية وبعد ذات حطيت عليهم نص كوبية من الدقيق قلبت كله مع بعض مع البهارات الفابريكا والملح والفلفل والطوم والبصل فاودر والبصل فاودر وشوية الكوركم وسنة الشطة كل ده قلبت كده مع بعض وبعد كده أه حطيت عليهم الخضرة المشكلة اللي عندي اللي بتهم برضو مع بعض ممكن تحطوا فلفل مفروم فلفل حار اي حاجة انتوا حبينها مفيش مشكلة وبعد كده حطيت البطاطسايا المبشورة صفتها كويس قوي من السويل وحطيتها على الخليط اللي عندي وبعد كده حطيت عليها الارنبيت اللي انا فرمته بالشكل اللي انتوا شفتوه كده الوصف عندي سهلة وبسيطة وما فياش اي حاجة ابتدتق ليها بالشكل اللي انتوا شفتوه ده تعالوا بقى نطلع ناخد ريم طيب قبل الفاصل ونطلع فاصل ريم صباح الفل طيب تعالوا نطلع فاصل وحاولوا يتكلمينها تانية ريم نرجع فاصل ونرجع لكوا تانية ان شاء الله رجع لكوا تانية بعد الفاصل بصو بروس بقى الراس اللي احنا قلناها الشكل اللي انتوا شايفينه ده ممكن بقى نحط معاها نقدم معاها شوية كاتشاب طبعا للولاد زوارين احنا بنسبالنا زي لما ده ما عزك كده ما قالت شوية قرن فلفل كده حامي كده مقلي شوية بصل في الصلاة واليد برضو واشي تمام احنا كنا عاديين في الفاصل عاديين بنقول ان يعني الوجبة دي تتاكل مع ايه فقلت لهم بتنجن وطماطم مخليلة اللي قال لي بصل اللي قال لي فلفل مقلي فيعني كلهم حاجات احلى من بعض احنا حاطين الكاتشاب دي للولاد نتوالكوش ده عبدو موضوع الكاتشاب ده خليكم في الحاجات التانية اهو كده نبدأ بقى نقدم العرنبيد بتاعنا كده شوية ارنبيد طحفة ونستغل بقى ايه الخضار بتاع الشتاء الحلو ده نعمل بيه كل الاكلات اللي احنا بنحبها وبنستنيها من الشتاء للشتاء طبعا الارنبيد لو انتو عايزين تخزنوه هتدقوا ان انتو يعني تسلقوه سلقة خفيفة خالص يعني اول ما تنزلوه في المياه المغلية كده شوية وتقوموا سايبينه في مصفى يتصفى تماما من اي سوايل وبعدين تفرزوه في كاس ما تسلقوهش كويس لانه لما بيتفرز بيطلع اصلا اريدي يعني مسلوق فيعني يدوب بس تنزله في المياه السخنة ديئتين تلاتة وتقوموا مرافعينه مصفينه على مصفى وصيبينه يبرد خالص وتبتأوا تفرزوه طبعا الوصفة دي تماما اوي فيها المتفرز لان احنا عايزينه مفروم ما فيش مشكلة خالص تعالوا بقى دلوقتي هنعمل مكارونا بكبد الفراخ طعمها حلو جدا ولطيفة تعالوا نشوف مقادرها ايه ونشتغل فيها مع بعض عندي مكارونا اي نوع مكارونا عندي انا هشتغل النهاردة بمكارونا ودع سلقها وعندي كمان توم مفروم وفلفل مفروم وفلفل حار وكسبرة خضرة وكبة فراخ عايزين تسيبوها كاملة عايزين تقطعوها رفاية عبر حد كوخورس ومشرم وتماطم ومعلقتين دبس رمان وملح وفلفل وبهارات فراخ وبابريكا وهتعالوا نقول المقادر مرة كمان عندي مكارونا مسلوقة اي نوع انا النهاردة اشتغلت بمكارونا ودع عندي كمان توم مفروم وفلفل مفروم وفلفل حار وكسبرة خضرة وكبة فراخ ومشرم وتماطم ومعلقتين من دبس الرمان وملح وفلفل وبهارات فراخ وبابريكا تعالوا اول حاجة كده هنبدأ نشوح الكبة بتاعت الفراخ اول حاجة لازم اكون مسخنة الطاصة عندي كويس جدا عشان اشتغل بيها ما ينفعش تكون يعني بردة عشان الكبة بتاعت الفراخ ما تنزلش ميتها وزي ما قلنا ان الموضوع ان هي تنزل ميتها ده بيخليها مزفرة فدي نقطة احنا اتفقنا عليها لما عملنا كبة للفراخ كذا مرة انا النهاردة بقطعها عايزين تخلوها كاملة برحيتكو خالص عايزين تقطعوها زي الكبة كبدة الاسكندراني كده برده تمام برحيتكو تمام تعالوا اول حاجة كده هسخن الزيت حط شوية زيت وسخن وهبدأ بقى اقرب الحاجات اللي انا هشتغل بيها كده في الكبدة لحد ما الزيت يسخن عندي الفلفل حار طبعا تقدروا تبدلوه فلفل رومي عادي وعندي شوية التوم وهقرب برضو المشروم والطماطم والكلام ده كده ايه عشان نشتغل قريب من البتجازع لكده تعالوا بقى ايه كده الزيت سخن انا حطى التواصل من شوية تسخن هبدأ ان انا انزل بكبة الفراخ اهي ووزعها كده اهو بجلس صباح الفل ازاي حضرتك ازايك يا حبيبتي عاملا ايه عقبارك ايه تعذب حضرتك جدنا اللي خليك يا حبيبتي اتسميدي انا مجد Removal اتسميك ليا اتسمي يا حبيبتي اتسميدي مشكرك جدا اللي خليك يتسمي يا حبيبتي والله اتسميدي مش بعثلنا بقى السور لما تعمليها حبيبتي تسلمي صباحك زي الفل صباح الجميل ممكن يكلم أخويا؟ آه ممكن طبع صباح الفل ازايك؟ عامل ايه؟ صباح الفل عليكي الحمد لله الحمد لله حبيبي تمام والله اسمك ايه؟ الحمد لله؟ اسم محمد ايش ازايك يا محمد؟ عندكش مدرسة ولا ايه النهاردة؟ نعم ما عندكش مدرسة؟ لا عندي ما روحتش النهاردة؟ لا روحت روحت و جيت؟ آه روحت وزوغت شكلك والله شكرا روحت و جيت ولا روحت وزوغت ولا ايه بقى؟ ايه المدرسة اللي بتخلص مدري دي؟ نعم السعر ال ايه؟ ماشي حبيبي صباحك زي الفل بصوا هاجي حط بقى على الكبت حط شوية كده فلفل حامي او ممكن احطهم كلهم كده كده هنحط عليهم السلسة اهو بصوا طول ما التاس عندكم سخنة يعني على طول هتلاقوها حطوا فصين كده توم مفرومين على طول هتلاقوها ايه؟ استوت على طول بصوا انا بقلب من تحت الفوق كده مش عايزة فرفتها عايزين تسيبوها كاملة على بعض براحتكم انا النهاردة يعني عاملينها زي كده الاسكندراني اهو مهاني صباح الفل صباح الفل حبيبتي والله انت عاشر الله يخليكي يقول له زوار ايه مش عارفة المدرس بتخلص بدري دي مش عارفة فين العلم ترجع لي تلاتة ونص فانا مش عارفة المدرس بتخلص بدري دي بتعمل ايه؟ استغراب والله العظيمة اه بلاقي ولاد كتير بيتكلمونا ويروحوا المدرسة ورجعوا المدرسة مش عارفة بيخلصوا امتا عامل ايه حبيبتي الحمد لله يا حبيبتي قلبي والله كله زي الفل الارنبيت اللي عملكي ده يا جنب والله الله يخليكي لا ده هو عكل الشتة ده الجميل بقى بعيش بلدي كده بشوية فعلا بتنجان مخلل وفلفل كده بتحمر زي الفل بجد يعني زي العسنة العهد تابح كنت متكلمين صباحك زي الفل صباحك جميل عامل اللي يخليك عامل تتسلامي بصوا حطينا شوية فلفل اسور سنة قرفة سنة بسيطة عشان بس الزفورة سنة بسيطة ما تزوضوش قرفة عشان مش عايزة طعم القرفة يبقى واضح يعني اهو بصوا عملناها قلبناها كبدة اسكندرونة اهي شوية كبدة فراخ طبعا سعرها اقل كتير هحط شوية بهار سنة شطة لو حابين مش حابين خلاص مفيش مشكلة حط بقى شوية ملح انا عايزة حمارهم كده حل حطينا خلاص فلفل اسود حط شوية ملح كده واخر بقى حاجة هعمل ايه حط دبس الرمان معلقتين ودول اختيارية عنيزين تحطوهم تمام ما عندكوش ما تشتروش عادي اهو هيدوني مزازة كده وطعم حلو ليها معلقتين كده عندوكم تمام ما عندكوش ما فيش مشكلة شلوهم خالص من الوصف عملنا شوية كبدا سكندراني بكبدا الفراخ اهو تعاملوا سندوتشات تعاملوهم بقى مع شوية الماكرونة الحلوة اللي احنا هنعملها دي مش قادر اقولوكم هبقى طعمها عامل ازاي تعالوا بقى نشتغل في الحلوة اللي احنا هنقلب فيها الماكرونة عندي الحلوة كده حط فيها شوية زيت تمام وهبدأ بقى ايه اشوح فيها تعالوا ننقل كده الحلة هنا احسن شايفين الاتنين وعندي بقية التوم المفروم ما استخدمتوش كله استخدمت بس بفصين كده وصبت شوية هقوم ايه مشوحاه في الزيت عايزة يتحمر عايزة يبقى لونه دهبي تمام عايزة لونه كده يبقى دهبي واول ما لونه يبقى دهبي هحط عليه معلقة خل تمام وبعد كده هحط عليه التماطم هحط عليه التماطم مع التوم والخل وهبدأ حط عليه الصلصة او عصير التماطم على حسب ما انتم بتحبوا وهحط نفس البهارات حط شوية ملح او لو عايزين مكعب مرأة ولا حاجة هحط الفل في السود هحط شوية بقية البهار اللي انا حطيت منه سنة شطة لو حابين مش حابين خلاص فلوها وخلاص وسنة القرفة خلاص مش هحط تاني قرفة يا دوب هي السنة اللي انا حطيتها مع الكبات اهو هبدأ كده وازود بقى شوية مية كده واسيبهم يتسبكوا اهو شوية مية كده سيبهم يتسبكوا واحط شوية الكوزبرة خطر اهو بصوا كده دي السلسة بتاعت المكارونة بالطماطم بقى بالكلام الحلو ده اهو زي الفل حابين بقى موضوع المشروم ده حابين تزودوه على الكبات ممكن نزود شوية مشروم كده وده برضو اختياري لو انتوا بالوصفة او مش موجودة عندكم فيش كلا تقدروا تستغنوا على اهو حط كده شوية مشروم كده مع الكبات دي بصوا قلبناها كبدة اسكندراني خالص بصوا عاملة ازاي متحمرة وطعمها يجنن وفضيعة فلفل عايزين تخلوها سبايسي عايزين تخلوها فلفل رومي بس براحتكو خالص اهو الصلسة كده تمام هبدأ حط بقى المكارونة شوية مكارونة بقى ايه معمولين بمزاج بجد اهو مكارونة مسلوقة عادي خالص اي مكارونة مرمرية اه وضع عايز باكت اي حاجة اي حاجة قلم براحتكو خالص اهو كده نقلب بقى كل الكلام الحلو ده على بعض اهو قصوا هي المكارونة اصلا لوحدها كده تعمها رهيب هشوية بقى الكبد اللي احنا عملناهم دول لحد ما تغلي غلوة كده تعالوا ننم كل الحاجات اللي احنا مش عايزينها كده واقع مادام سوزينت صباح الفل صباح الجمالي حبيبتي احلى شيف في الدنيا حبيبتي والله اتسلميلي اسلامي يا حبيبي اسلامي يا حبيبي اسلامي البرطمنات شكرا بصوا انا كده بالنسبالي زي الفل وكل حاجة تمام الكبت تمام والمكارونة تمام كله زي الفل تعالوا بقى ايه نبدأ نقدمها كده هاجي بالطبق اللي انا هغرب فيه واحط بقى المكارونة بتاعتي اهو بصوا بصوا الحلوة بصوا الصوس مع بقى شوية التون بالخل كايني عاملالها طاشة كده طعمهم بيبقى في منتهج جميل تعالوا بقى ايه نحط الكبد فوق الوش بصوا كاينوكوا عاملين مكارونة بالكدة الاسكندراني بس بكبة فريخ طبعا سعرها النص كيلو وده سعره طبعا اقلب كتير من نص كيلو بتاع الكبدة الاسكندراني اهو يعني دايما كده لازم يبقى فيه اكلات في النص الاسبوع حاجات كده تحقوا على الولاد كده بيها وفي نفس الوقت تعموها حلو جدا وحرشة نعمل شوية الارنبيت دول بالبطاطس مع شوية مخلل ويعيش بلدي او سندوشات مثلا للولاد مع كاتشاب على فكرة هي بتبقى كمان حلوة وممكن تخلوها كريسبي شوية اكتر لو انتو حابين ممكن تعملوا يوم الارنبيت الكريسبي اللي احنا عملناه يوم المكارونة مثلا بالكبد بتاعت الفراخ ما عندكوش مشروم شلوها عايزين تخلوها سبايسي عايزين تخلوها عادي يعني كل الحاجات دي في ايديكم اللي انتو تتحكموا فيها على حسب اللي موجود عندكم قبل ما هنطلع فاصل هنقول الارنبيت تاني لما دام سوزان الارنبيت عندي حطيت بتين لو عايزين تنزلو كمان مقدير ونزلوها حطيت بتين يعني المقدير هتنزل وانا هشرح لك عملنا ايه حطيت بتين في بولا وبعد كده ربيتهم كده مع نص كباية لبن في الاول قبل ما زود الربع التانين بتوع اللبن وبعد كده حطيت عليهم نص كباية من الدقيق وقلبت كل الكلام ده مع بعض لحد ما بقى زي اللقام بتاع الكريب كده وحطيت ملح وفيل في الوتوم وباصر باودر وكركم وممكن تحطي كاري لو حبا وحطيت شوية شطا او ممكن بابريكا بهارات مشكلة اي بهار انتي بتحبيه حطيه تمام؟ بعد كده بهارت كل الكلام ده ممكن كمان مرأة باودر المرأة بتاعت الفراخ الباودر ممكن تحطي كيس لو حبا بستخذي بالك بقى من التمليح لو انتي هتحطيها بعد كده حطيت عليهم الخضرة المشكلة شبت بقدونس كسبرة مفرومة قلبت كل الكلام ده مع بعض وبعدين حطيت بطاطسايا مبشورة عصرتها كويس جدا وبعدين حطيتها مبشورة ناية ما فيش اي حيك بعد كده قلبت كل الكلام ده مع بعض وحطيت عليهم كمان الارنبيط المسلوء حطيت نصف ارنبيطه كده ضربتها في الكبة ونعمتها خالص وبعدين حطيت الخليط عليها قلبت كل الكلام ده مع بعض وبعد كده جبت زيت غزير كأني بعمل راس كده جبت معلقتين مثلا معلقتين قصاد بعض باخد معلقة وبنزل بالمعلقة التانية في المكان اللي هو فيه زيت البيت بقى بيمسك معايا وبتعمل زي الراس اللي انتو شخصوها دي تمام حابين تخلوها كريسبي شوية زودوا بضايا البيت هيخليها كريسبي شوية هخليها مسكة شوية وتخلوها يعني ان انتو متحكمين في انها تتحمر اكتر لو انتو حبيه حبيبة صباح الفل ام حبيبة صباح الفل عاملة ايه حبيبتي اخبارك ايه الله يخليك حبيبة قلبي تسلامي والله انت زي العسل واحد بيتعلم منك حاجاتك ت Соول قوي قوي تسلامي والله تسلمي انتو ناس جميلة خشان كده الواحد بيطبخ معاك بقلب والله الله يخليك حبيبي تسلامي خضالي خضالي حبيبتي لو حد قدامه شغل لي يا ربي خديتي مش عايزة حاجة باني حاضر ممكن طيب تسيبه رقمك وبرضو يعني نحاول نساعدك في الموضوع ده حاضر شكرا يا حبيبتي تسلامي صباحك زي الفل شكرا تعالوا بقى ايه نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل هنعمل مع بعض كيك حلو جدا هنحلي بقى عملنا للولاد شوية مكارونا بالكبدة وعملنا شوية ارنبيت تعالوا بقى نعمل نوع حلو كده بسيط وسهل وبيتباع دلوقتي في المحلات برضو كيك الارفة مش هنعمل كيك السنبون اللي احنا متعودين عليه او عملنا قبل كده المحشي لا هنعمل كيك ارفة متشرب وليه سوس كده ومرشوش عليه ارفة من فوق في المنتاج جميل تعالوا نشوف هنعمل ايه بعد الفاصل استنون رجع نالكو تاني بعد الفاصل وهنعمل كيك الارفة بطريقة حلو جدا وسهلة كبات قهوة بقى ايه والصبح معاها كده مش قادر اقول لكم بقى بعد ما العيلة تنزل المدرسة كده او بعد ما يناموا يعني اي وقت كده الدنيا ريئة فيه مع كبات قهوة الموضوع بيبقى حلو قد تعالوا بقى ايه نشوف مقديره ونشتغل على طول فيه مع بعض عندنا كيك الارفة كبايتين من الدقيق ومعلقة من الكاكاو الخام مش عايزة يبقى لونها يعني غامق كأنها بالشوكولاتة انا عايزة بس استخدم معلقة من الكاكاو الخام وعندي كمان معلقة كبيرة من الفيكينج فاودر ومعلقة خل هاستخدمها كمحسن وعندي كمان رشة ملح وكباية من السكر وكباية من اللبن وكباية لربع من الزيت وتلت بضات وبانيليا والتشريب كباية لبن دافي ومعلقتين سكر ومعلقة كبيرة من القرفة والصوص ربع كباية من الزبدة وربع كباية من السكر البودرة وعندي نصف كباية جبنة كريم هقول تاني المقادير وعلى فكرة الكيك دي ينفع تتعامل من غير التشريب ومن غير الصوص احنا هنعملها زي ما احنا بنشتريها كم برة يعني بتتعامل بصوص وتشريب والكلام ده كله تمام؟ كيك القرفة تقدروا تعملوا لوحده من غير ما تشربوه متغير ما تعملوا له صوص عندي كبايتين من الدقيق معلقة من الكاكاو الخام معلقة كبيرة من الباكينج باودر معلقة من الخل وعندي كمان رشة ملح كباية سكر كباية لبن وكباية إلا ربع من الزيت وتلاتة بيضة وفانيليا والتشريب كباية لبن دافي ومعلقتين سكر ومعلقة قرفة والصوص عندي ربع كباية من الزبدة اللينة وربع كباية من السكر بودرة ونص كوباية من الجبنة الكريمي تعالوا كده ايه او ممكن تستخدموا كم مكعبة من الجبنة الكريمي لو انتوا عندكم المكعبات او المثلثات برضو ماشي حالها يعني مفيش مشكلة خاصة اول حاجة كده هحط عندي التلات بدوت تمام هحط عليهم الفانيليا سواء سايلة سواء باودر اللي موجود عندكم وهحط عليهم كوباية السكر تمام كده يبقى حطيت التلات بدوت وحطيت الفانيليا وحطيت كوباية السكر وعايز اضربهم لحد ما يبقوا كريمي خالص وانا بضرب هحط كل مكونات الجفة على بعض عشان ايه نكسب كده وقت وانا شغالة هعمل كده عندي كوبايتين دي ايه عندي معلقة كبيرة من القرفة او ممكن معلقتين ومعلقة كبيرة من الكاكاو الخام والباكينج فاودر ورشة الملح تمام يبقى وانا بضرب التلات بدوت مع كوباية السكر والفانيليا هضيف المكونات الجفة كوبايتين دي ايه عليهم معلقة القرفة الكبيرة او معلقتين القرفة لو انتم حابين طعمها بيبقى واضح اكتر ومعلقة الكاكاو الخام والباكينج فاودر ورشة الملح تمام كده هنضرب دول اوه بصوا أنا كده جهزت خلاص المكونات الجافة اللي هي كوبايتين الدقييد معلقتين القرفة معلقة الكاكاو ومعلقة الباكينج فاودر ورشة المل خلاص جهزت خلاص المكونات الجافة عندي على جن وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده هبدأ بقى هنا عندي دربت التلات بيضات مع كوباية السكر بقوا كريمي شوية أو فومي شوية هحطوا كوباية لربع من الزيت وهضرب اختلطوا هحطوا كوباية لبن كده كمان المكونات الجافة عندي السيلة عندي تماما هضيب بقى المكونات السيلة على الجافة وهبدأ ان انا ايه اخلط كل مقدار الكيك مع بعض في الخلاط على ابيك وفي عجان يعني المواضيع دي ما فيهاش مشكلة خالص اللي انتوا موتوفر عندكم تقدروا تعملوه هبدأ بقى اخلط المكونات السيلة على الجافة تمام كده هجيب بقى سباتيلا كده انزل الديق على الجناب اهو انا محتاجة سباتيلا اهو هبدأ انزل كده كل الكيك خلاص اختلط معي او متأكدة خلاص ان هو ما فيهوش اي حاجة اه في الارضية بتاعت العجان او في الجناب هجيب اي قلب كيك عندي ما اس 2 وعشرين بصوا انا هعملها النسخة دي هعملها الليه الكيك المفتوح من النسخة عشان دي ممكن ما شربهاش اهو بروحاش اصلا مستوى انا اه اللي احنا هنشربها اه خبستها في سنية مدورة مقس اتنين وعشرين عشان نبدأ ان انا اشربها براحتي كده في الشكل اللي انتو شايفينه ده تعالوا بس قبل ما ما اشتغل في الكيك تعالوا نشوف المقدار بتاع التشريب ومقدار السوس بتاعي عندي هنا هعمل السوس عندي الزبدة الليينة هجيب هجيب كده ايه معلقة اهو عندي ربع كوباية كده من الزبدة الليينة هحط عليها ربع كوباية من السكر البودرة اهو وهبدأ ان انا اخلط الكلام ده كده بمضرب بيت خلاص اختلطوا مع بعض هبدأ حط عليهم نص كوباية الجبنة الكريمي الجبنة الكريمي دي انا بجيبها سايبة بالكيلو من عند اي حد بيبيع جبن بتبقى سايبة كده قولولوا الجبنة الكريمي اللي هي متبقاش مملحة بتبقى للحلويات بتبقى طبعا فرق كبير جدا ما بين سعرها وسعر العلب والحاجات زي بتديني نفس النتيجة كده كده تمام اولا انا كده خلصت السوس بتاعي عبارة عن ربع كوباية من الزبدة ربع كوباية من السكر البودرة ونص كوباية جبنة كريمي اهو بصوا بقى عامل شبه الكريم شانتيه كده شوية هحط بقى كوباية اللبن هحط عليها السكر وهحط عليها القرفة وحطها في الميكرويف بقى سخنها شوية تمام؟ عايزيها سخنة وهبدأ بقى اجيب اي خلة كده او اي حاجة ان انا اعمل فتحات كده في الكيك بتاعي ممكن بسكينة ممكن بخلة باي حاجة موجودة عندكم اهو هعمل كده فتحات بالشكل ده مش مهم خالص شكلها لان انا في الاخر كل ده هيتغطى فما فيش ازمة خالص ان انتو يعني ايه تعملوا لها فتحات باي حاجة موجودة عندكم خلال اسنان خلة شيش توق اي حاجة متوفرة عندكم بسكينة زي ما انا بعمل براحتكم خالص تمام كده تعالوا بقى ايه هاجيب اللبن هقلبوه ههو وهبدأ بقى ايه اشرب كده الكيك بيه بالشكل اللي انتو هتشوفو ده هاجيب بس حاجة كده مغرفة اهو خلاص كده شربت كويس قوي هبدأ بقى نقلها في طبق او ممكن تبقوا عاملينها في القلب اللي هو يعني بيتفتح من الجنب لو انتو حابين هنقلها بالراحة كده عشان هي طبعا متشربة اهو مجال وخارص ايه كده هنحط بتحكوا عليا بتخموني هنحط الجبنة كده هنوزعها بالشكل ده الكيك دي بتبقى حلو قوي بتعمه حلو جدا وبتتبع على فكرة بنفس الطريقة دي كيك بنفس السوس بنفس التشريبة دي بتتبع في محلات كتير حلواني وبتتبع أسعارها يعني غالية مش رخيصة هنا هي حاجات تعملوها في البيت بمنتهى السهولة مش محتاجة يعني منكو أي مجود زيادة هشيل بس هزبط كده الكريمة لنزلت دي تمام بصوه أنا مش عايزة يعني ليها شكل أنا عايزة تبقى حاجة راستيك كده عشان هبدأ أرش عليها كمان شوية سكر شوية إرفة بودر من فوق الوش أنا كده تمام جدا زي الفل متشربة وجميلة أجيب بقى إيه أنا عايزة مصفة هبدأ أحط بقى شوية سكر شوية إرفة بودر هقوم غطية الوش كده بيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده أهو كده أهو بجد حلوة جدا من جوة متشربة وجميلة ومنغنغة كده وطعمها فضيح تعالوا بقى إيه نقدمها كده أنا عايزة يبقى شكلها كده يعني الكريمة مش متناصقة كده مش نعمة يعني عايزة يبقى شكلها راستيك كده تعالوا بقى نقول النهاردة كده عملنا إيه سريعا كده عملنا المكارونة بالكبد بتاعة الفريق عملناها كأنها مكارونة بالكبدة الإسكندراني عملناها قطعناها كده صغير خالص وسخنا الطاصة وبعد كده حطينا عليها شوية زيت وبعد كده نزلنا بالكبد اللي احنا قطعناها حمرناها كده شوية وبعدين حطينا عليها فلفل حامي وحطينا عليها توم مفروم وقلبنا كل الكلام ده مع بعض مع ملح وفلفل وشوية كزبرة نشفة وشوية كمون وشوية شطة كل الكلام ده قلبته وبعدين حطيت عليها معلقتين دبس رمان وده اختياري لو انتم مش موجودة عندكم وتقدروا تستغنوا عنه وحطيت عليها مشروم وبردو براحتكم حابين تضيفوا المشروم او لأ يعني براحتكم فيش مشكلة بعد كده عملت الماكارونة حطيت عليها فى الحلة حطيت شوية توم مفرومين حمرتهم نزلت عليهم بمعلقتين تلاتة كده من الخل يدوب يعني غلو غلوة وبعدين حطيت عليها طماطم مفرومة وبعد كده حطيت عليها معلقتين من الصلصة وحطيت برضو ملح وفلفل وحطيت شوية كمون وبهار مشكل من نفس البهارات اللي انا حطيت على الكبدة منها وبعد كده قلبت كل الكلام ده مع بعض وحطيت شوية كذبرة خضرة قلبتهم ونزلت عليهم الماكارونا المسلوقة مكستهم مع بعض غرفت الماكارونا وعليها الكبدة الأرنبيت احنا عدناه النهاردة يعني كذا مرة الكيك بتاع القرفة سوينا الكيك لوحده الأول وتقدروا تخلوه من غير أي تشريبة أو من غير صوص براحتكو خالص وعملنا له كريمة كده بالجبنة عبارة عن ربع كبية من الزبدة ربع كبية من السكر بودرة حطينا عليها نص كبية من الجبنة الكريمي السايب عادي وضربتهم كده بمضرب بيد أو انتوا بوسك كده على أديكو وما فيش مشكلة تبدأوا ان انتوا تشتغلوا بيها بعد ما شربنا الكيك الكيك شربناه بايه؟ شربناه بكبية من اللبن الدافي أو الصخ حطينا عليها معلقتين من السكر ومعلقة من الإرفة البودر قلبنا كل الكلام ده مع بعض وشربنا الكيك بتاعنا بيه الكيك نفسه عملنا ازاي؟ حطينا ثلاث بيضات على كبية من السكر وحطينا عليهم فانيليا ضربناهم مع بعض كويس جدا بقوا فومي بعد كده حطينا عليهم كبية لربع من الزيت وكبية من اللبن بعد كده حضرت المكونات الجفة عبارة عن كبيتين من الدقيق ومعلقة من الباكينج باودر ومعلقة كبيرة من الإرفة أو لو حابين تزودوا معلقة كمان مفيش مشكلة ومعلقة من الكاكاو الخام قلت كل الكلام ده مع بعض مع المكونات السيلة وبقى عندي خليط الكيك ودخلته على فرن 180 الرف الوسطاني الفرن شغال تحت بس بتاخد حوالي 45 دقيقة دي كده الحلقة بتاعتنا النهاردة يارب بتكون الحلقة عجبتكم واستفدتم منها إن شاء الله شوفكم بكرة في يوم جديد وحلقة جديدة من طبقة طبقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة